بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على معلم الناس الخير سيدنا محمد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حبايب القلب أسعد الله أوقاتكم جيل 2007 بكل الخير والمودة والمحبة من محبكم دوما والداعي لكم بكل الخير معلم مادة العلوم الحياتية على منصة أوائل المملكة منصة وتد التعليمية الأستاذ مصعب القطاوي حبايب مثل ما تعودنا وحكينا دائما لازم نتعود على الدعاء اللي بدنا نبلش فيه كل حصة مثل ما عودته في الأجيال السابقة جميعهم جيل 2006 وجيل 2005 وجيل 2004 وجيل 2003 وجيل 2002 وجيل 2001 وجيل 2000 وما سبق من عند جيل 1995 دعاء بوصيكم فيه حتى تكون أموركم يسر إن شاء الله تعالى في الدراسة اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجأ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي فلا حول ولا قوة إلا بك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه وقوي اليوم الحصة التأسيسية الثانية اليوم أستاذي شو حنتكلم حصتنا يا جماعة الخير رقم التنين وبفضل ربنا المشاهدات العظيمة جدا بالحصة التأسيسية الأولى اللي نزلناها على قناة اليوتيوب قناة الأستاذ مصحر القطاوي كان حافزية معنوية كبيرة جدا يشكر عليها جيل إن شاء الله ذوهم معالية حتى يصلى القمة ويا ربي كل واحد فيكم كل واحد فيك من ذكر وأنثى كل واحد فيكم يا ربي يعطيكم المعدلات اللي بتتمنوها وإن شاء الله تعالى تجيبوا الفول مارك مع القطاوي 200 غير حبايب اقروبات الواتس أب حتى تفيد زميلك حتى تفيد زميلتك اقروب الواتس أب هاي رقمه نرسل على 077 9625562 نرسل لهم ويقولهم داخلونا على قروبات الواتس أب الخاصة بجيل 2007 يعني هذا رقم قروب الواتس أب الخاص بجيل 2007 تمام تمام التمام شو قصة هالفار بس هو عيطلع لك الفار هو عيطلع لك الفار قصة الفار أنيميشن حصتنا اليوم كيف يعني أنيميشن حصتنا اليوم لأنه حصتنا الماضية اتفقنا وتأسسنا من أول الوحد البنائية اللي إحنا نتكلم عنها من الظرة عبينما وصلنا لجسم الكائن الحي حكينا بهاي الحصة حنتكلم عن موضوع جدا مهم جدا مهم أساسي في التوجيه لهو المركبات العضوية الحيوية وقابل ما نتكلم بالمركبات العضوية الحيوية لازم اليوم نفرق بين الخلية حقيقية النوى وبدائية النوى اتكلمنا عن أبسط أبسط التصنيف لبنية الكائن الحي وحكينا اللي هي الظرة ومجموعة الذرات حكينا في عنا جزيئات والجزيئات بتعطيني عضيات والعضيات بتعطيني خلية والخلية بتعطيني نسيج والنسيج بيعطيني عضو والعضو بيعطيني جهاز والجهاز بيعطيني جسم الكائن الحي سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات طيب هيك تكلمنا الحصة الماضية بعجالة بسيطة اليوم شو حتشرح لنا أستاذ هيكون عنوان حصتنا اليوم التفريج كيف أفرق بين خلية حقيقية النوى وبداية النوى أستاذ بسمع بهذا المصطلح وبسمع بهذا المصطلح شو معناها؟ اليوم حنشاهدها اليوم حيورجيك أسلوب القطاوي المميز بفضل ربنا سبحانه وتعالى والمميز مع طلابه اللي هو كيف بدك تتكلم مع الأحياء بطريقة ما يكون في عندك صورة ثابتة أو صورة أنت مش فاهمها إلا لما نشوفها بعينيك الثنتين كل مادة كل مادة الأحياء تعتمد على الانيميشن إذا فهمت المادة تقدر تحفظها وحكيت لك إحنا أصلاً الهدف تبعنا اللي هو المتين والمتين مع القطاوي أكيد بإذن الله غير مادة الأحياء بسيطة سلسة سهلة إذا إحنا قدرنا نفهمها بطريقة صحيحة ودير بالك بدك تختار أنت الأستاذ اللي يوصلك للطريق الصحيح لأنه مادة الأحياء مش حفظ لا بدك تكون فاهمها بعدين تحفظها بطريقة صحيحة مميزة بأسلوب هادئ بأسلوب أنه يوصل لذاكرتك وإنت مرتاح سمعياً وبصرياً وكل شيء يوافق مدركة الحسين تمام تمام شو قصة الامتحان أستاذ هاي مفاجأة آخر الحصة طيب أستاذي خلينا نبلش شو رايك نبلش أستاذ آه شو رايك نبلش بدنا نبلش يا جماعة الخير بالخلية حقيقية النوا بالخلية حقيقية النوا دايماً لما أجي أحكي عن الخلية حقيقية النوا أي خلية موجودة جو جسم الإنسان بسميها خلية حقيقية النوا أي خلية موجودة في جسم الحيوان بسميها خلية حقيقية النوا أي خلية موجودة عند النباتات بسميها برضو خلية حقيقية النوا ببساطة يا جماعة الخير كل خلية نتعامل معها كل خلية حقيقية النوى كل خلية حقيقية النوى لازم لازم يكون فيها التركيبات الأساسية أو العضيات الأساسية الأجزاء الرئيسة الآتية لازم يكون فيها يحيطها من الخارج السلممبرين ألا وهو الغشاء اللي بلازمي يعني اللي بيفصل مكونات الداخلية تبعة الخلية عن خارج الخلية عن المحيط اللي بيحيط بالخلية ألا وهو السياج الجدار اللي بنسمي الغشاء اللي بلازمي أيوة يعني أستاذ كل خلية حقيقية النوى انت بتتعامل معها لازم يحيطها من الخارج ما يسمى الغشاء اللي بلازمي أوكي أوكي اثنين لازم كل خلية حقيقية النوى تحتوي على عضية مركزية أساسية ابتتحكم بكل العمليات الحيوية اللي لازم تصير بهاي الخلية يعني الخلية العصبية خلية حقيقية النوى الخلية العضلية اللي جوا جسم الإنسان خلية حقيقية النوى الخلية اللي موجودة في المعدة خلية حقيقية النوى الخلية اللي موجودة في الجهاز البولي في الكيلة خلية حقيقية النوى الخلية الكبدية اللي موجود في كبد الإنسان خلية حقيقية النوى يعني النوى اللي موجودة في الكبد حتسيطر على العمليات الحيوية التي تحدث في خلية الكبد وتختلف عن العمليات الحيوية اللي حتحدث في العمليات المسيطرة عليها من قبل نوات الخلية المعدية OA OA إذن العضية الثانية المركزية ألا وهي النوى الكنج تبعث الخلية كيف كينج كينج البيولوجي مصعب لقى الطاول كينج الخلية اللي هي النوى نواتها اللي بيتحكم في العمليات الحيوية الخلية اللي هي النوى اللي بوزع المهام تعال روح جيب ودي اللي هي النوى أيها يعني كل المعلومات اللي بتفيد الخلية حتكون مين من تلكيتها اللي هي النوى وثلاث ألا وهو السيتو بلازم وهذا السيتو بلازم قصتنا اليوم غشاء بلازمي نوى وسيتو بلازمي كل خلية حقيقية نوى تستطيع أن تميزها إذا احتوت على الأجزاء الرئيسي الآتي شو همه الغشاء اللي بلازمي النوى وحتى كمان السيتو بلازمي إذا كل خلية حقيقية النوى لن نستطيع إطلاق مصطلح حقيقية النوى إلا إذا تواجدت هاي الثلاث الشغلات اللي إحنا حكينا عنهم مين هما الغشاء البلازمي وحتى النوى وحتى السيتو بلازمي أوكي أوكي النوع الثاني من الخلايا ألا وهي الخلايا بدائية النوى وبشكل بسيط جدا 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 بدائية النوى هي الخلايا شوف 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 ركز معاي هي الخلايا التي تحتوي على مادة وراثية بس يعني فيش فيها نواة بس على مادة وراثية مادة وراثية وغلاف بروتيني واذا عندها حبشتكنات ثانية المهم لا نستطيع ان نتكلم عن خلية موجود فيها بس مادة وراثية وغلاف بروتيني ما بتقدر تحكي عنها خلية حقيقية طب كيف استاذ عشان اقول لك كيف ركز معيهم اجينا على الفار دخلنا جو الفار الله 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 شوف لقيت جوة في عندي خلية حقيقية النواة هاي خلية حقيقية النواة وهاي خلية حقيقية النواة وهاي خلية حقيقية النواة حقيقية النوى طب أستاذ ممكن أنك تحكي لي أستاذ هاي الخلية حقيقية النوى قلت يحيطها يعني هاي الخلية لازم عشان تطلق عليها إنها خلية حقيقية نوى لازم يكون فيها غشائب لازمي ونوى وسيتو بلازم بدي أورجيكي الآن كل شيء أنا حكيته وبدنا نفصلها تفصيل حتى آخر إشي نرجع لدوسية التأسيس وزي ما حكيت لك أستاذ دوسية التأسيس بفضل ربنا موجودة في جميع مكتبات المملكة في جميع مكتبات المملكة اللي ما قدر يحصل على دوسية التأسيس بس اتواصل معاي على الواتس أب الخاص في جيل 2007 تمام وقلهم أنا ما لقيتش رحت على المكتب الإفلانية وقالوا لي خلصة دوسية التأسيس مباشرة ثاني يوم إن شاء الله أو خلال 48 ساعة بوصلك بكت تأسيس من عندي تمام يا حب تمام يا قلب الآن هاي خلية حقيقية النوى خليني أنا أدخل بهاي الخلية حقيقية النوى لقيت هاي خلية الحقيقية النوى يحيطها من الخارج ما يدعي الغشاء البلازمي سل ميمبراين ميمبراين معناها غشاء سل خلية يعني غشاء الخلية الغشاء البلازمي الذي يحيط بالخلية اسمه غشاء خلية اللي بيفصل الخارج تبع الخلية عن داخلها هلا وهو الغشاء البلازمي اللي بيحمي مكونات الخلية عامة عن خارجها مين هو الغشاء البلازمي تمام تمام يا باش ايجينا يا حبيب القلب هذا الغشاء اللي بلازمي هو اللي بيحيط بمكونات الخلية كلها دخلنا جو الخلية لقينا ايوه العضية الثانية الكبيرة الجزء الاساسي اللي لازم تلاقي بكل خلية حقيقية النواة الا وهو كثير بتسمعوا فيه اسمه سيتو بلازم شاسمه سيتو بلازم استاذ خطك حلو كتير استاذ نعم يا استاذ حتى انك ترى كل شيء ان شاء الله جميل بعيونك الجميلتين وبعيونك الجميلتين ويا رب ان شاء الله تعالى يقر عيونكم الجميلات برؤية نتيجة تفرحكم وتبهجكم رؤية نجاحكم وابداعكم بالثانوي العام يا الله قولوا ام اجينا على السيتو بلازم السيتو بلازم هو عبارة عن السائل سائل جاي جوه الخلايا سائل وين جاي جوه الخلايا هذا السائل اللي جوه الخلايا لقوا انه بيسبح فيه عضيات عضيات ايوه ذكرناها الحصة الماضية الحصة التأسيسية الماضية تصغير عضو يعني ما بتقدر تحكي عنها عضو ليش؟ لانه العضو استاذ هو عبارة عن مجموعة من الأنسج المختلفة والنسيج هو عبارة عن مجموعة من الخلايا والخلية هي عبارة عن مجموعة من العضيات ايوه استاذ يعني كل ده كل ده عضيات عملها بتسبح بسائل جاي جوه الخلية على سبيل المثال قلت لك هذا الاستوديو يحيط من هذا الاستوديو اربع جدران اذا اللي بحيطني هو الغشاء اللي بلازمي انا مصعب جاي جوه الاستوديو وين جاي جوه الاستوديو اه مدام استاذ انك انت جاي جوه الاستوديو اذا فيه سائل انت عمالك بتسبح فيه هذا السائل اين يقع داخل الخلية عارف النبلسي استاذ الكيميا جاي بره الاستوديو اهى استاذ حسام العبسي استاذ الرياضيات جاي بره الاستوديو استاذ فخري جرر جاي بره الاستوديو اهى طيب استاذ مدام يعني بره الاستوديو يعني انه جاي ببرة الغشاء اللي بلازمي ايوة بس هما بيسبحوا بسائل هسه بحكي لك شو اسم السائل انا السائل السائل اللي جاي جو الخلايا السائل اللي جاي جو الخلايا يطلق عليه بمصطلح اشي اسمه السايتوسول واش اسمه استاذ السايتوسول يعيني عليك يعيني عليك اذا السايتوسول جزء من السيتوبلازم والسيتوبلازم جزء اساسي بالخلية ركزت تمام زائد شوف 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 زائد قال لي هذا السائل تسبح به عضيات جمع جمع عضيه تصغير عضو عضيه كلمة لغاوية نحويا تصغير عضو اذا العضيات اللي بتسبح جوا السايتوسول العضيات مع السايتوسول هو السيتوبلازم فAir سي فبا جي بقول لك ما هو السيتوبلازم تيجي بتحكي ليه السيتوبلازم هو عبارة عن سائل جاي جوا الخلايب اتسبح فيه عضيه بس السائل لحاله بدون العضيه شي للعضيه السائل اللحاله شاه اسمه سايتوسول ويش اسمه سايتوسول إذن السايتوسول هو سائل لحاله ها سائل سائل جيب مع العضيات صار سائل جاي جو الخلايا بتسمح فيه عضيات السائل مع العضيات السايتوسول مع العضيات يشكل السيتوبلازم أعطيني مثال على العضيات مثل الميتوكندرية الميتوكندرية عضية جاي جو الخلية بتسبح في السايتوسول وظيفتها حنوخذها بالتوجيه انتاج الطاقة وبتفيد في عملية اسمها cellular respiration تنفس الخلوي في عينة عضية جاي جوا الخلية النباتية زي اسمها البلاستيدا الخضرة ايواش هاي جاي جوا الخلية النباتية وبعض انواع الطحالة البلاستيدا الخضرة هاي ايش عضية اتسبح في السايتوسول طيب شو وظيفتك يا البلاستيدا الخضرة قالوا اه القيام بعملية البناء الضوء ايه حناخذها كمان بتوجيه اهه حلو وفي عضيات انثل على عضيات كثيرة ايجينا الان على القينج النوا سحبنا منها المادة الوراثية دي انا اي ايواش كل المعلومات الوراثية والحبستكنات الوراثية مخزنة هون 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 شوفت هاي الشبكة هاي دي انا ايو المادة الوراثية اها الدي انا ايي جاي جوا النوا جوا الكنج استاذ فيه خزوق هان هاي اسمها الثقوب النواوية النوا يحيطها غلاف اسمه غلاف نواوي ايه بيفصل السيتو بلازم عن داخل النوا ومركز النوا ومركز النوا نوا نواية مركز النوا ايش اسمه نواية اها هاي خليه حقيقية النوا ايجينا على النوع الثاني حكينا عندنا ثلاث اجزاء الرئيسة اللي هو الغشاء اللي بلازمي وعننا كمان السيتو بلازم والنوا النوا بداخلها المادة والمعلومات الوراثية اللي بتفيد بعمل الخلية اللي بتفيد شو هاي الخلية حتشتغل طيب النوع الثاني من الخلايا خلية بدائية النوا بس ما فيهاش إلا مادة وراثية بحيطة غلا ايبروتين هاي خلية بدائية النوا اه تعال على الخلايا حقيقية النوا هاي الورغانيلز العضيات وهاي النوا وفي عنا الغشاء اللي بلازمي الان يا حبايب موجودة بالخلايا الحيوانية الخلايا حقيقية النوا او الخلايا النباتية والانسان ما هو ضمن المملكة الحيوانية الانسان من قبيلة الثديات من ضمن المملكة الحيوانية اوكي اوكي وعنا الخلية النباتية نوع الخلايا كل الخلايا الخلية النباتية تصنف بأنها خلايا حقيقية يعني فيها ميشاي بلازمي فيها سيتو بلازم وفيها موا حلو 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 الان يا جماعة الخير هاي الخلية بداية النوا موجودة مثلا في بعض انواع البكتيريا بس عندها مادة وراثية وغلاف بروتيني بحيط فيها زي ما هي موجودة في البكتيريا وبعض انواع الفيروسات هاي كلياتهم خلايا بدائية النوا ما فيهم مش إلا مادة وراثية وغلاف بحيطهم طب تعال على الأورغانيلز الأورغانيلز يا حبيبي أه الأورغانيلز اللي هي العضيات تصغير عضو طب أعطيني أنثل أستاذ على العضيات أعطيني أنثل عليها تعال خلينا ندخل نخذ لنا أكمل عضية ندرسها تعال جوا وين هاي السائل وكتسبح في العضيات كل هذا اسمه سيتو بلازم دخلنا جوا النوا النوا لقنا فيه المادة الوراثية الـ DNA بس الـ DNA أصلا تيجي على شكل شبكة شوف شبكة شبكة منسميها شبكة كروماتينية هاي الشبكة الكروماتينية لمن ييجي للخلية أوردر أمر إنه يا خلية انقسمي انقسام متساوي أو انقسام منصف بغض النظر شو أنواع الانقسامات اللي حننخذها مستقبلا تمام هتصيري الشبكة الكروماتينية بتتصفت بتترتب يعني جاك إنه بيجيها أوردر اترتبي وصيري على شكل إكسات يعني يا شبكة كروماتينية رتبي لحالك وصيري على شكل إكسات كيف يعني صيري على شكل إكسات على شكل كروموسومات آه أستاذ إنت قصدك بالوضع الطبيعي هسا قبل ما تصير للخلية انقسام بتكون المادة الوراثية على شكل شبكة مباثرة آه طيب لما نيجي لهاي الخلية أوردر أمر إنه أدخل إياه خلية بالانقسام بتصير على شكل إكسات الكروموسومات تمام تمام الآن يا حبايب هاي الشبكة الكروماتينية لستنا إحنا جوى النوا هاي النوية اللي هي مركز النوا إذن مركز النوا اسمه النوية مركز النوا يدعى بالنوية حلو هاي النوية تصنع وتنتج ما يسمل الريبوسومات رايبو إيش صومات إذن من الذي يقوم بتصنيعي للريبوسومات نوية النوا النوية التي تكون بداخل النوا طيب هاي الريبوسومات زي اللي قلول ها شوف شوف هي هاي يجينا عن النوا بلشت injured ايش تطلع رايبوسومات بلشت تنتج انتج رايبوسومات هاي اللي قلول هذول الصفر رايبوسومات بيطلعن من جوى النوا عن طريق الثقوب النووية بيطلعن لبرة هذول الرايبوسومات اللي هم اللي قلول الصفر هذول الرايبوسومات يا بكونن بالسيتوبلازم بيطلعن بشكل حر بفيعن في السائل يا بلزقن بشبكة إذا لزقوا بشبكة يا معتصم آه يا معتصم معصة طل تمام إذا لزقوا بشبكة يصبح اسم الشبكة هاي اللي ملزقين فيها اللي قلول الشبكة الإندوبلازمية الخشنة شوف ها إذا التسقت الريبوسومات بشبكة تكون حول النواة يعني حولين النواة يصبح اسم الشبكة الشبكة الإندوبلازمية الخشنة خشنة ولا نعم استاذ لا خشنة استاذ طيب استاذ انت قصدك ان الشبكة مرات بكونش ملزق فيها رايبوسومات هايو مش ملزق فيها رايبوسومات الشبكة اللي ما بتلاقي عليها رايبوسومات ملزقة اسمها الشبكة الإندوبلازمية الملزق هاي عضية ثانية هاي عضية وهي عضية هاي عطيتك أنواع عضيات طيب حلو اجينا يا حبايب اجينا مرة ثانية على عضية ثالثة بدينا ندرسها وعلى سبيل المثال ولتكن هذه العضية الشبكة الإندوبلازمية الملزق اللي بده يكون متصل فيها ما يسمى أجسام قولجي أجسام إيش قولجي هاي الشبكة الإندوبلازمية الخشنة وهي الشبكة الإندوبلازمية الملزق هذا بالانيميش الآن يا حبايب بيكون بيسبح بالسيتوبلازم جزيئات زي البروتين اللي حندرسه في مادة التوجيه ونفصله بالتفصيل هذا البروتين بده يطلع مثلا بره الخلية عشان إيش يا حبايب عشان يفيد الخلية ففي عنا أجسام قولجي وقولجي هو اللي بيستقبل هذا البروتين عن طريق حويصلاة هذا نوع ثالث من العضيات اسمها أجسام قولجي لساتنا جوه الخلية تمام؟ طلعت يا جماعة الخير البروتينات وتغذت هاي الخلية بشكل كامل الآن في عنا إحنا خلية نباتية بتكون خلية حقيقية جنوة زي ما حكيت لك وفي عنا خلية حيوانية بتكون كمان خلية حقيقية جنوة بعض العضيات الثانية زي اللايزوزوم اللي هي الأجسام الحالة اللي بتحلل الفضلات اللي بتحلل مولدات الضد الغريبة الأجسام الغريبة اللي بيهاجمها الجسم أو اللي بتهاجمها الخلية كوسيل الدفاع في عنا الميتوكندرية اللي ذكرت لك إياها هاي الميتوكندرية تقوم بعملية التنفس الخالوي وإنتاج الطاقة يعني يحدث داخلها صح تنفس الخلوي وتنتج الطاقة شفت هذول اللي قلو اللي بتعركوا كله هاض إنتاج إيش جزيئات الاتب جزيئات الاتب طيب أستاذ هاضا الحكي وين موجود معانا أنه كل هاضا الحكي يا جماعة الخير موجود معانا في دوسية التأسيس وحكيت لك اللي مش حاصل على دوسية التأسيس اتواصل معانا على جروب الواتس أب هون قولهم أنا ما عندي دوسية خلي الأستاذ يبعت لي بكتش تأسيس أنا 2007 ما شيف مش هتقدي حبيب القلب انت وياها فلذلك يا حبايب القلب بدنا نشوف هاضا الحكي وين في دوسية التأسيس فخليك مع حبيب قلب القطاوي عشان ننزل وين عقربات ال2007-2008 الخاصة بموقع وتد التعليم حبايبنا طبعا دوسية التأسيس حكيت لك في جميع مكتبات المملكة حتى انك تبلش بهن ومعنوية عالية لازم تحبك تأسيس طبعا هاي الدوسية غلافة بالله ما نمنور حبايب تمام هاي رقم التأسيس مرة ثانية دوسيتنا احنا راجعنا المرة الماضية هون تمام حكينا حنبلش الحصة الجاي هين تمام هاي الغشاء البلازمي وظيفته الاساسية تبادل المواد بين داخل الخلية وخارجها بيفصل السيتو بلازمي عن السائل اللي بره الخلايا الموقع بحط بالسيتو بلازمي بتكون من لبيتات مفاسفرة التكوين تبعته ندرسها في حينها السيتو بلازمي عبارة عن سايتوسول سائل داخل الخلايا زائد عضيات تمام وعننا النواة وسطح الخلية هنا في عندك تركيب للخلية الحيوانية والتركيب للخلية نباتية وهي خلية بداية قلاصة التراكيب للخلية هذا بس للإطلاع للإطلاع يا حبايب يعني مش حفظ أوكي المرة القادمة إن شاء الله تعالى منبلش بأولى حصصنا في المركبات العضوية الحيوانية ربنا يوفقكم جميعا ربنا يبارك فيهمتكم ربنا يبارك في عزيمتكم ما تنسى حبيب تخبر زميلك صديقك أخوك صاحبك أي حدا بتعرفه جيل 2007 علمي وما تنسى أنت كمان أستاذ تخبر زميلتك صاحبتك أختك في المدرسة تمام إنهم يحضروا الحصة التأسسية الأولى الحصة التأسسية الثانية على قناتي على اليوتيوب أستاذ مصعب القطاوي اللي بفضل ربنا سبحانه وتعالى ترسنا أجيال وخرجنا أوائل مملكة وإن شاء الله تكون لكم نصيب كامل من أوائل المملكة وإن شاء الله العلامات الفل في جميع المواد أحياء كيميا فيزيا رياضيات في إيجليزي عربي تاريخ أردن دين إذا بديت صح واخترت صح بتلاقي الإشي الصح اللي أنت بتنتظره إن شاء الله تعالى تذكروا دائما في إلي مقولة بحب أقولها للطلاب دائما لا يستحق الحياة من يعجز عن تحقيق حلم رب يوفيكم جميع رب يعطيكم الهمة والمعنوية والعزيمة دائما وأبدا ودوما وبكل وقت وبكل حين إن شاء الله تعالى إنه يكون عندكم القوة في الدراسة إن شاء الله تحصلوا العلامات الكاملة موعدنا بامتحان يوم الخميس يوم الخميس القادم رح يكون أول امتحان بالحصة التأسيسية الماضية والحصة التأسيسية الثانية رابط الامتحان رح يكون أستاذ على صفحة الأستاذ المصعب القطاوي وحتى كمان الرابط رحين إنه ودي لكم يا على جروبات الواتس أب حتى تختبر حالك حتى تقيم حالك نتائج نتائج الامتحان رح أنشرها إن شاء الله بالعلامات الفل من المبدعين والمبدعات أمثالكم على الصفحة صفحة الفيسبوك أستاذ مصعب القطاوي وقروب الأحياء لموقع عودة التعليمي الفين وسبعة الفين وثمانية وحتى جروب الأحياء مع مصعب القطاوي فلا تنسى إنك تدرس ليوم الخميس بالحصة التأسيسية الأولى والحصة التأسيسية الثانية امتحان حتى إنك تقيم حالك حتى تشوف كيف أنت مستفيد حتى إنك تشوف كيف أنت أمورك في الأحياء ما اتبنت عندك الفكرة إنه الأحياء بس حتى لا الأحياء إنه في الأحياء مادة ممتحة في الأحياء سلسة إنك تجيب فيها القلمار إذا أنت درست عن إنسان وشخص صح ودير بالكم حبايب المتين لازم تنجاب في الأحياء المتين لازم تنجاب في الأحياء في آخر حصتنا اليوم ما تنسى انتحان يوم الخميس الحصة التأسيسية الأولى والحصة التأسيسية إيش رقم كنين رب يوفقكم جميعا ربنا أتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة وخينا عذاب النار ما تنسوا نفقع صورة ونزلها على جروب الأحياء مع مصعب القطاوي وجروب 2007-2008 جروب وتد التعليم يعطيكم الحق